يعني أنه مثلا يجي على بالي أنه سيد جميل راتب الله يرحمه ده راجل مسل على مسارح فرنسا وشارك في أفلام سليمائية ما بين الفرنسية والإيطالية لو أنا متذكر ومزبوط وكانت أفلام مهمة إذن جميل راتب عالمي لا هو طبعا العالمية مش بس يعني جميل راتب في حدود فرنسا أوكي لكن العالمية مفروض أبعد كويس يبقى هوليوود وهو لا جميل ما عندوش لازم هوليوود طبعا إذن كانت هي أم الصناعة هي اللغة هي السينما هي السينما فأنت تم عندك بوليوود اللي هو الهند يعني ما بتعمل أفلام عظيمة وتكسر الدنيا وميتابة شانو وأسمع كتير جدا كويس وكلهم وخان ومش عارف إيه كل دولة بيجيبوا إرادات ولهم جمهور أيضا فعلا لكن أنت يظل النجومية هي جاية من هوليوود النجومية الطاغية هي هوليوود فيه حاجات نجومية أقل بس الطغيان هو هوليوود من باب الانتشار ولا من باب أهمية المنتج السينماي هم فرضوا يعني أنا بشوف السينما الأوروبية أحلى وأهم وأقوى هم فرضوا اللغة بتاعتهم مش اللغة كان لغة إنجليزية لا اللغة السينماية اللغة السينماية أه فأصبح المعيار عندك كمتلقي في العالم كله هو الطريقة والتركيبة الأمريكية حتى في أفلام كتيرة في العالم كله بتحس إنها بتعيد شئ أمريكي يعني بطرون أمريكي حالة أمريكية هم قدروا ينجحوا جدا في فرض النوع وإنه يبقى هم اللغة وهما السينما يعني يعني مش مش ما فيش سينمات لأ أنا السينما